يقول في احد ايام رمضان الماضي استيقظت من النوم فاغتسلت غسل الجمعة وبعد ان اغتسلت تبين لي ان احتلمت ولم اعد الغسل ظنا مني بان غسل الجمعة يجزئ عن غسل الجنابة وبعد فترة علمت بان غسل الجمعة لا يجزئ عن غسل الجنابة فاعدت صلاة الجمعة ظهرا ولم اقضي صيام ذلك اليوم هل فعلي صحيح الصيام صحيح لان الاحتلام لا ينقض الصيام لانه بغير اختيارك ولو خرج منك مني في الاحتلام هذا لا يبطل الصيام لانه بغير اختيارك واما ما دمت صليت الجمعة وقضيتها ظهرا الحمد لله عملت بالاحتياط نعم